تنطلق بعد غد الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنقبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التبع لمجلس الوزراء أن المؤتمر يستهدفه التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيام الثلاثة وفق ثلاثة مصارات أساسية حيث يشمل المصار الأول السياسات الاقتصادية الكلية فيما يركز المصار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال ويخصص الثالث لسياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر